موسيقى 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 بإذن الله أني هتحلوا نتمنى أني وأن ستنطلوا نتمنى إن شاء الله أني يرجع المنتخب مصر زي ما كامل. إن شاء الله عندنا أعمى الكبير إن شاء الله في ربنا الأول سمّه في الناس اللي هاتب بالتسعّل كل شيء. تمنى اللي إن شاء الله النات دينا ترجع لطبيعتها تاني. تمنى اللي إن شاء الله منятно لع campuses الجامعة. إن شاء الله و société الله لكل حقيقة ما هو وبدأ Economic tipus因為 كله لها يسبه إن شاء الله في الأخير وفي الأوال في صالح في صالح مصر وفي صالح الاقتصاد المصر وفي صالح كل حقا في مصر فهتمنى إن شاء الله يعني الدنيا تمشي بقى وترجع لطبعاتها عشان نشوف مصر اللي احنا شايف اللي احنا عارفينها ونشوف الدنيا اللي احنا عارفينها إن شاء الله الله يكون فعون المدير الفن الجديد طبعا والجهاز بتاعه هيختار منتخب طبعا هنرجع لأول تاني هيختار منتخب للأسف وهي يعني مش عارف هو ياخد مين هيبقى قدامه عدد محدود هيلعب فيه مش هيقدر يختار مش هيقدر نفس اللي كان بيحصل زمان فأتمنى إن شاء الله اللي الدنيا تمشي شوية أتمنى اللي هو مع الناس اللي عندنا ناصر محترفة دلوقتي عناصر محترمة أتمنى اللي إن شاء الله مع الناس الموجودة من الزمالك والأهلي سموح وبترجد أتمنى اللي هم إن شاء الله يقدروا يعملوا منتخب محترم يقدروا اللي هو على أقل في المطشاط الودية يرجعوا سكرة الناس خلي الناس على أقل اللي هي بتتفرج عن مطشاط ترجع تتفرج تاني الناس تستمتع في دوري الولاد دول ولادنا يعني في دوري إن شاء الله وده قرار البلد تنطلق أصلاً مش معقول نتحدثة مستني مؤتمر اقتصادي وطالب فيه ان هو نقلة النوعية على كفة المحافظ 12 مشروع استثماري بما فيهم النادي الأهل الجديد وكلام الداخل جاء وتقول له ما فيش نشاط يبقى الناس دي شغالين في دولة تانية لكن كل ده كل ده فكر الناس تجيبنا وراء البلد منطلقة لإنها دي صناعة لإنه أنا بروح مصناعي وعندي مشكلة في البلد وبتتعافف عنق الزجاجة استنطلق من الرياضة الجدول بس هو هو بالضبط اللي كان بدأ يوم 22 بس هنراحل لسبوعين الـ 21 و22 ونبدأ بالسبوع اللي هو 31 مارس اللي هو إن شاء الله يوم يوم 22 مارس اللي هو أسبوع الثانية وعشرين كمان عندنا في أسبوع الثانية وعشرين مطب اللي هو إزة مالك والشرطة معلش يخلينا نتكلم برضو يحب بدون حاسية بشافية كاملة عندنا الأهل والتحاد ما تشدتوا قل ولسه الدنيا ما تعافيتش ولسه الدنيا قرار الحالة ما طلقاش والدنيا ما زبطيتش وكلام من ده بتاع فخلينا نبدأ هي ربنا اللي بيخط نبدأ بسبوع الثانية وعشرين ونعاوض الاسبوع ده إن شاء الله في المخللات في الوقت اللي كان متوقف فيه الدوري بسبب الانتخابات وإحنا برضو بنسأل والله الدوري يرجع همت بإذن الله نعمل قريب بإذن الله نعمل قريب بإذن الله تعالي لسه حتى ما فيه بالنسبة لأعضاء مجلس دارة اتحاد الكورة لسه ما فيش معلومة واضحة بالنسبة لعودة الدوري أو عدم عودة الدوري كلنا مستنين انتهاء المؤتمر الاقتصادي إن شاء الله بكرة ومن يوم الاثنين والثلاث بقى مفروض فيه جلسة ما بين وزير الشاوب الرياضة ووزير الدخلية ويعني مندوب من مجلس الوزراء ومندوب من اتحاد الكورة المصري لشنبدأوا يشوفوا هيعملوا ايه في قصة عودة الدوري المصري وكلنا تفاقل إن شاء الله في الفترة القادمة بعد نجاح المؤتمر الاقتصادي وكمية المشروعات اللي احنا شايفينها هتخش مصر وكمية المليارات إن شاء الله والاستثمارات الكبيرة فمصري برضو يعني عودة الدوري المصري بإذن الله وزي ما أردت لكم قبل كده أن فيه اكتراحين يما الدوري يرجع بداية من شهر إبريل القادم أو يبقى فيه مباراة قبل يعني فيه أسبوع من بداية في الدوري المصري بداية من يوم 22 اللي جاي قبل مباراة مصر وغينيا الاستوائية أو وده مش حابين وحنا حابين الدوري يرجع إن شاء الله حتى لو حيتضغط الدوري ويخلص إن شاء الله على بداية شهر 8 لكن الدوري يتلعب والاقتراح التاني إنه هو الفترة اللي جاية الفرق المصري الأربعة اللي بتشارك في أفريقيا تلعب في أفريقيا منتخب مصر يتجمع فترات كبيرة ويتلعب بطولة كاس مصر وبعدين الدوري الجديد يبدأ بدري يعني مثلا في شهر 7 اللي جاي أو في شهر 6 بعد نهاية شهر رمضان لكن اتمنى أن الدوري يرجع إن شاء الله ولازم عشان الحياة ترجع وتستمر بشكل طبيعي في مصر إن شاء الله النهاردة فيه ماتشات خلصت خلص في لقاءات الزهاب لدوري أبطال أفريقيا زيسكو بطل زامبيا اتعادل 1-1 مع كالون بطل غينيا الأهلي كسب الجيش الرواندي 2-0 القطن الكاميروني اتعادل 0-0 مع فريق سانجا بولوندي بطل الكونغو وملعب المالي فاز على سانجا سبورت بطل مانجا سبورت بطل الجابون 3-1 في الجابون ملدية شباب العلمة مع أشانتي كوتوكو 0-0 ريال بنجول بطل جامبيا اتعادل مع وفاق سطيف الجزائري 1-1 في ملعب ريال بنجول بطل جامبيا يعني وفاق سطيف عمل نتيجة إيجابية خارج ملعب ونتوا عارفين وفاق سطيف الجزائري هو حامل لقب بطول الدوري أبطال أفريقيا النهاردة كمان الرجاء المغربي قدر يعمل نتيجة رائعة خارج ملعبه وفاز على كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا 1-0 المريخ السوداني وفوز على كابوسكورب الأنجولي 2-0 في السودان وفريق سانداونز بطل جنوب أفريقيا فاز على مازينبي بطل الكونغو 1-0 في ملعب سانداونز في جنوب أفريقيا النهاردة كمان اللاعبين المصريين النهاردة أحمد فتحي لعب مع فريق أم صلال في الدوري القاطري ولكن خسره النهاردة أم صلال 2-1 أمام اللخوية ومحمد عبد الشافي لعب نادي أهلي جدى السعودي لعب النهاردة مباراته مع فريقه أهلي جدى أمام الشعلة وقدر أهلي جدى يفوز 3-0 بمشاركة محمد عبد الشافي حيث برضو أخد بقى شوية رسائل بالنسبة لمشاهدين طبعا جماهير الزمالك لتتوقع بكرة نتيجة مبارات الزمالك إن شاء الله مع فريق ريون سبورت بطل رواندا بعدين نروح للفقرة العالمية النهاردة زميلي محمد عباس إن شاء الله السهداشر وبرنامجه حصاد النهار إن شاء الله حيكون حلقة مميزة جدا مع زميلي محمد عباس الزمالك حيكسة باربع بس مش كاتب أسماء اللي هيجيبه الأهداف عمار أبو عمرة من العريش بيقولي بحبك جدا يا كريم وحلمت بيك حلمت بإيه طيب قولي عمار ما تخوفنيش كنت عايزة أعرف أخبار قناة الزمالك ده أحمد يحي من أبو حماد شرقية والزمالك حيكسة باتنين الزمالك حيكسة باتنين وأحمد عيد واحد أيمن حفني يعني ما فيش أخبار بالنسبة لقناة الزمالك فيش حاجة جديدة يعني أحمد شوق من الجيزة بيقول فوز الزمالك باسم حيجيب فوز الزمالك تلاتة باسم حيجيب جولين باسم مرسي وأيمن حفني جول أنا محمد رمضان من قصوة منفلوت اتنين صفر للزمالك أيمن حفني وأحمد علي ماشي أنا بحبك يا كابتن ومتصور معاك الزمالك هيكسب اتنين صفر باسم مرسي وعلي جبر طب ما كتبتش اسمك برضا عشاني بعارفين اسمك رقم آخره 27 إن شاء الله الزمالك هيكسب ثلاثة خالد أمر وباسم مرسي وأيمن حفني الزمالك أربعة واحد باسم مرسي هاتريك وأيمن حفني هدف فوز الزمالك ثلاثة باسم مرسي وأيمن حفني وأيمن حفني وأيمن حفني وأيمن حفني أنا أحمد عمران من ضمنهور الزمالك ليه يا أحمد كده الزمالك هيخسر ستة واحد الزمالك هيكسب يا كابتن كريم إن شاء الله ثلاثة صفر بيقول لي واحد ابعدت لي رسالة بيقول لي انا بروس لي من بنسوف والزمالك هيكسب تلاتة ما قلتش ليه بروس للأسماء انا نبيه شلبي من كافر الشيخ ان شاء الله وبعون الله الزمالك ليه جماعة في ناس برضه حتى عايز زمالك يخسر يعني احنا كلنا عايزين الزمالك يكسب ان شاء الله حتى الزمالك وياه النهاردة والله بعت jamais رساءات كتير كلهم بيتمنوا فوز النادي الاهلي وان شاء الله الزمالك هيكسب كتير كمان يعني مش هيكسب فوس صغير لا هيكسب كتير إن شاء الله إن شاء الله الزمالك 3 عبدالله ساسيو باسم مرسي وآيمن حفني رقم آخره 08 إذا كابتن كريم أنا بحبك إسلام الحج عنطر إن نشارتي من دسوق الزمالك ده عمري يا كريم والزمالك هيكسب 3-0 لآيمن حفني الماتش الساعة كام يا نجم الماتش الساعة 3-4 توقيت القاهرة إن شاء الله الزمالك هيفوس 5-0 باسم مرسي هدفين وآيمن حفني وأحمد عيد وأحمد علي ده إلهامي أحمد من صندوق الزمالك هيتعادل 0-0 وأنا أهلاوي الزمالك هيفوس يا وشي الخير 3-0 إن شاء الله الزمالك هيكسب ده أبو شحاتة أحمد وجيه الزمالك هيكسب 2-0 من خالد أمر وأيمن حفني أسلام درغم من برسعيد 3-0 باسم مرسي وأحمد عيد وخالد أمر فوس الزمالك 4-0 خالد أمر باسم مرسي وأحمد عيد وعبدالله ساسي أنا هاني سعيد من منصورة أنا عيد من فصل الزمالك هيكسب 2-0 خالد أمر وأيمن حفني بص أنا أبقى أكد لكم يعني إن شاء الله الزمالك هيكسب فوق الثلاثة يعني أنا عندي أحساس كده الزمالك هيكسب فوق الثلاثة إن شاء الله حسن المسلامي من المنصورة 3-0 الزمالك باسم وسيسي وأيمن حفني الزمالك هيكسب 2-0 وأنا أهلاوي جدا إن شاء الله الزمالك هيكسب 4-0 أحمد علي وباسم مرسي أحمد علي وباسم مرسي هدفين وأنا وليد وايمن حفني انا وليد من سهاج زمالك حكسة باربعة باسم هدفين واحمد عيد وايمن حفني دوائل عوض من القاهرة انا عبده من الهرم وبارك للأهلي وانا اهلاوي جدا جدا وبتمنى فوز زمالك بكرة ان شاء الله انا بحترمك جدا يا كابتن كريم بشكرك يا عبده مساء الخير كابتن كريم زمالك 30 باسم مرسي وايمن حفني وسيسيه مسعود خلف من قصيود بيقول الزمالك حكسة بـ 2-0 باسم مرسي وإحمد عيد سلام عليك يا كابتن انا احمد من الشرقية بحب الزمالك وبيحبك انت كمان وان شاء الله الزمالك حكسة باربعة هدفين لباسم مرسي وهدف لحازم امام انا عيد من فصل الزمالك حكسة بـ 2 خلد امر وايمن حفني سيسيه بيقول لك سيسيه وايمن وباسم مرسي وإحمد عيد والزمالك حكسة باربعة ده عبدالله لا لا ده عبدالله سيسيه هو اسمه رضا اه اسمه رضا انا احمد مسكندرية وبحبك جدا يا كيم وتوقعتي 5-0 الزمالك الاهداف عيد وباسم مرسي هدفين واتنين سيسيه انا علاق الهواري اهلاي وتمنى فوز الزمالك تلاتة باسم مرسي وإحمد حفني يعني عايزكم بس توضحول يا جماعة الرسائل كتير جدا فمش هقدر أقرأ كل الرسائل دي طبعا عشان عندنا بقى الفقرة العالمية تعالوا نروح بقى نبدأ فقرتنا العالمية من الدولة